غير فعطوا ما يدوزوا في يوليوز غير يدوزوا في بداية شهر شو سنبير إن شاء الله بنسبة الأحرار الأحرار كيدوزوا خصهم نقطة دي الجهاوي باش يمكنهم هذا هم الوحيدين اللي غير يدوزوا في شهر يوليوز هذا يومين قبل ما ندوزوا الشهد البكاروية السنة الثانية غير يدوزوا الأحرار ومن بعد غير ديروا استدرك الاستدرك سيتموا أيضا في شهر يوليوز إن شاء الله النتائج دي البكاروية دي السنة برسم السنة 2020 غيرت تعطى يوم تسعود وعشرين يوليوز للأحرار ولي المتمدرسين بالنسبة للتفوتات اللي كان في المضامين قلنا احنا لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بأن غيرت نقتصروا في الامتحان البكاروية غير على ذاك المضامين اللي داروا حضوريا ما هي حضوريا؟ من خمسة شو تنبير إلى 14 مارس بحل اللي قال الأستاذ أستيد نائب محترم بأنه بحل دابا تلقى واحد تانوية ولا مديرية إقليمة في علم الحياة والأرض وصلوا لواحد المادة داروا بحضب علم المناعة وواحد دار علم الأعصاب شمتيني؟ شغل يندوز لهم؟ ما يمكنش لو عطيت الموضوع في العلم المناعة الأخرين غادي ولا عطيت هذا دون قسنة رجع للور وما نعطي لها في علم المناعة لا في علم الأعصاب دون قلين كين واحد الفكرة أخرى هي غل نعطي مواضيع اختيارية لدار علم المناعة رغا يدوز في علم المناعة لدار في علم أعصاب غا يدار في علم أعصاب وهذا الشي يبقى من مختصاصات المركز الوطني الامتحانات واللجناء دي المفتشي اللي كتشرف على إنجاز الامتحانات اللي تبارك الله عليها مختصة وعرفة الشغل ديالها وعندهم وعي بهذا الإشكال هذا باش ما يوقعش تفوتات وما يتقصد تشي واحد الجانب الآخر هو المساويات الأخرى الثالثة والثالثة إعدادية والغير الإشهادية كيف يتم احتساب النقاط ديالهم والمعدلات قلنا بنقطة المراقبة المستمرة عندنا الفصل الأول الفصل الأول راكملنا كامل درنا فيه النقاط وكل شي السنة السادسة بتدائي شنو فيه فيه 25% على طول السنة 50% مراقبة المستمرة 25% الامتحان المحلي لكيدوز في أواخر شهر يناير فشهر يناير وـPC وـ25% بالإقليمي دابا الإقليمي ما كاينش والمرقبة المستمرة ديال الفصل الثاني ما كاينش دوق غل tailor nous 14 المارس سيستطيع أن يكون أقسام فروض، أقسام فروض، سيستطيع أن يكون هذا الأمر لصالح التلميذ سنحتسب هذه النقطة لصالح التلميذ، وهنا سنحيل هذا سيستطيع أن تفق معي الأستاذ بأن هذه أمور بداغوجية وهذا الأمور البداغوجية المسؤول عليها هو الأستاذ لهذا الأمور سنوكلها لمجالس الأقسام مجالس الأقسام هي اللي عند السلطة البداغوجية باش يمكن لها تحسن فهذا الأمور هذا ويمكن ليش أن ندخل معهم فهذا الأمور وشمتيني هم عارفين بأن شو المبدأ العام ليس هذا الأمر يكون صالح التلميذ، هذا هو اللي يكاين بالنسبة الإعدادي عاودة لنا نفس الشيء عندنا الجهاوي 40 في المئة 30 في المئة المراقبة للمستمرة و30 في المئة مراقبة لامتيحة المحلي لذلك لا يوجد الجهاوي ولم يوجد المراقبة للمستمرة في هذه الفترة الأبريل ومارس أو أبريل وميل لذلك سنحتسبون هذا الشيء عندنا النقطة الفصل الأول كائنة موجودة الأستاذ ترق واحد قضية مهمة واحد مزيان، لم يكن مزيان في الفصل الأول وكان يراهن باش يطور ويحسن ما الذي لديه القرار الأول والأخير؟ هو الأستاذ، هو مجلس قاسم، الذي يعرفه ذلك التلميذ والذي يعرف القدرة ذلك التلميذ لتتطور ذلك وطرح الليدرتي اليوم، فتح الباب للإستدراك في أواخر شهر شو تنبير، سنضرسه إن شاء الله ونشوفه وش ما غديش يكون عنده واحد آثار على الخريطة المدرسية لأن الخريطة المدرسية هي عندها إشكالات وهذا بالنسبة